وإلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جمعي للمؤشرات مدفوعة بمبيعات للمستثمرين العرب والآجانب قابلتها مشتريات من قبل المصريين وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 681.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.9 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.36 من 100% ليغلق عند مستوى 9693 نقطة كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.45 من 100% ليغلق عند مستوى 2117 نقطة وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.48 من 100% ليغلق عند مستوى 3141 نقطة ترجمة نانسي قنقر حقوق واحد الترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر